الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخلص التهاني لشعب وحكومة كمهورية نائجيريا للتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية والتي تمثل خطوة مهمة في مصاري ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نائجيريا الشقيقة يأتي ذلك فيما تقدم الرئيس السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نائجيريا للتحادية متمنيا له التوفيق ولشعب نائجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات القارة الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء أعلن فرع لجنة الدوليات للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر تعرض اثنين من موظفه للاختطاف في شمال البلاد وقال الفرع في بيان إن اللجنة تعمل في مالي منذ اثنين وثلاثين عاما لفذا إلى أنها منظمة حيادية ومستقلة وغير منحازة كما طلب الفرع بعدم القيام بتكاهنات بشأن هذا الحادث حتى لا يتم عرقلة حله دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأضافت بيونجيانج أن تدريبات تصاعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن الطاق السيطرة وقال كيمسون كوينج نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات تصاعد للتوتر على نحو غير مسؤول أعلنت الصين أن ميزانيتها العسكرية سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023 في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي وجرى الإعلان عن هذا المعدل في تقرير لوزارة المال نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 وتخطط بكين لإنفاق يعادل 225 مليار دولار على الدفاع حقق فريق أتليتكو مادريد فوزا كبيرا على ضيفه إشبيلية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من الدور الإسبانية ورفع الانتصار العريض رصيد أتليتكو مادريد إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول الليجة الإسبانية فيما توقف رصيد إشبيلية عند 25 نقطة في المركز السادس عشر تغفيت الفننة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهزة 85 عاما ولدت الفننة الراحلة في القاهرة وقدمت خلال مشوارها الفنية العديد من الأغاني الراسخة في الأذهان مثل أم البطل وتم البدر بدري وستقاموا صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن بمقابر الإمام الشافعية انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل